هل سمعت عن آخر رجل ينجو من النار ويدخل الجنة؟ وهل عرفت سبب نجاته من النار؟ حقا إن شأنه لعجيب إنه رجل كان يوحد الله ودخل النار بذنوبه فيخرجه الله برحمته فيخرج من النار حبوى ويبقى مقبلا بوجهه على النار فيدعو الله أن يصرف وجهه عن النار فيعطيه الله ذلك بعد أن يتعهد ألا يسأل شيئا غير ذلك ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة فيقول أليس قد زعمت ألا تسألني غيره ويلك ابن آدم ما أغدرك فلا يزال يدعو فيعطيه الله ذلك بعد أن يتعهد ألا يسأله غيره فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول رب أدخلني الجنة ثم يقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره ويلك ابن آدم ما أغدرك فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول له ذلك لك وعشرة أمثاله وفي رواية فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال ابن مسعود لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده وفي رواية ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت فمن أراد النجاة من النار ودخول الجنة فليوحد ربه مخلصا لله رب العالمين لينال بذلك شفاعة أرحم الراحمين ويدخل في شفاعة سيد المرسلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه